انطلقت اليوم أعمال قمة مصر الدولية لتحول الرقمي والأمن السايبراني تستمر هذه القمة يومين بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وتستعرض القمة العديدة من الموضوعات المهمة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وسبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السايبراني وأدوات تفعيل الثقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما سيتناول المؤتمر مناقشة آلية مواطنة رقمية لوضع استراتيجيات لتثقيف الجمهور حول الأمن السايبراني كما سيتناول المؤتمر أيضا التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية